السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني العدادي إن شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر الوحدة الرابعة بس في البداية كده زي ما تعودنا هتلاقيني سيبرك في صندوق الوصف رابط الرابط ده موجود فيه شرح يونت فور بالكامل على الصبورة نبدأ مع بعض السؤال الأول بيقول هنا طيب كلمة أنتنم يعني عكس أو مضاد كلمة سترونج يعني قوي طالب منك عكس كلمة قوي طبعا كلمة قوي عكسها ضعيف ضعيف بقى اللي هي weak فهنا أختار كلمة weak السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب هنا بيقول لك تقدر تحصل على الصفة من كلمة history بأنك تحط لها الصفكس في الآخر هنا عشان تبقى اللي هي تاريخيا السؤال اللي بعده بيقول لي بيسألك بقى ويقول طيب بيقول إن ميسي لعب رائع طيب طالب منك بقى هنا كلمة سينانيم يعني معنى أو مراضف كلمة amazing اللي هي معناها رائع بتساوي عندي كلمة awesome لها نفس المعنى يعني رائع برضو السؤال اللي بعده تقدر تكون الاسم من كلمة build بأنك تحط لها في الآخر هنا ing علشان تبقى building اللي هي المبنى نفسه يبقى له building السؤال اللي بعده to make a noun from the verb enter وadd نقط طيب هنا بيقول احنا بنحصل على الاسم من كلمة enter بيننا نضف له في الآخر طبعا a n c e علشان يبقى entrance اللي هو المدخل الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا you can see انت تقدر تشوف نقط in a museum طيب خلي بالك بقى تقدر تشوف ايه في المتحف للمتحف الشباب بيكون فيه تماثيل كلمة تماثيل اللي هي status يبقى اول اجابة status السؤال اللي بعده بقول لي Egypt has a lot of north sites which date back to the first طيب بيقول ان مصر فيها الكثير من المواقع اللي بيرجع تاريخها الى الفراعنة دي اسمها مواقع تاريخية قديمة كلمة قديمة اللي هي ancient السؤال اللي بعده visiting the museum was really not we all enjoyed our time there طيب بيقول هنا ان الزيارة المتحف كانت حقا ايه احنا استمتعنا بالوقت كله هناك يبقى هي كانت رائعة اللي هي كلمة awesome السؤال اللي بعده بيقول هنا it isn't a complete building they are just not طيب بيقول ان يعني المبنى ده لم يكتمل طيب موجود فقط ايه عايز يقول بقايا او اطلال بقايا او اطلال اللي هي ruins السؤال اللي بعده بيقول هنا a lot of Muslims go to not to pray طيب بيقول يعني كثير من المسلمين بيروحوا فين علشان يصلوا كلمة pray يعني يصلي صلي فيه الموسك اللي هو المسجد اللي بعده the arch can بي نقط to another place طيب بيقول هنا ان العقد او القنطرة دي تقدر تستخدم كمدخل لمكان اخر مدخل اللي هو entrance السؤال اللي بعده بيقول هنا you can enjoy watching amazing place in that تقدر تستمتع بمشاهدة خلي بالك كلمة place هنا معناها مصرحيات تقدر تسمع المصرحيات الرائعة طبعا في المصرح مصرح بقى اللي هو theater اللي بقولوا هنا theater واللي بعده it's a good idea to get a or an note to tell you about the history طيب فكرة جيدة لو انت تاخد معك يعني حد يخبرك عن التاريخ طيب من اللي ممكن يعرفك عن التاريخ ده اسمه guide guide اللي هو المرشد المرشد السياحي بعد كده I've really enjoyed our day in Petra and recommended not طيب أنا استمتعت باليوم في مدينة البطراء التاريخية أنا أوصي بالزيارة اللي هناك زيارة اللي هي visit يبقى له a visit الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا you can watch تقدر تشاهد a sports match at note طيب تقدر تتفرج على المباراة الرياضية فين بقى طبعا فيه الستاد استاد اللي هو stadium يبقى له هنا stadium السؤال اللي بعده you should know well when you visit historic places in other countries طيب يجب انك انت عايزول تتصرف بشكل جيد لما تزور اماكن تاريخية في دول اخرى طيب كلمة تتصرف اللي هي كلمة behave يبقى له هنا behave السؤال اللي بعده بيقول it's important to not historic places from thieves طيب من المهم ان احنا نحمي الاماكن التاريخية من اللصوص كلمة يحمي بقى اللي هي protect فاقول هنا protect السؤال اللي بعده our and not is an entrance to another place طيب قلنا مدخل الى مكان اخر ده اسمه قنطرة او اقد اللي هي arch السؤال اللي بعده بيقول هنا not means great ايه الكلمة اللي معناها رائع جدا طبعا دي بتيجي معا كلمة awesome اللي هي معناها رائع او عظيم يبقى له هنا awesome السؤال اللي بعده بيقول هنا i am interested not reading short stories طيب انا مهتم بيه قراءة القصص القصيرة طيب مهتم بيه اسمها interested in يبقى له هنا in واللي بعده بقول لي i usually not a shower every morning طيب عايز يقول انا طيب بياخد shower يعني كل صباح دي اسمها have a shower يبقى له have a shower الصفحة اللي بعده كده هنكمل مع بعض الجزء ده احنا تعودنا عليه هنا بيراجع معاك حفظك ليه الكلمات وسؤال المحادسة خلينا نشوف كده بيبدأ هنا يختبر اتقانك ليه حفظ الكلمات السؤال الاول بيقول هنا shall we go to the note قال له في الاجابة yes that's a good idea طيب بيسأل يعني هل احنا نروح لالها يعني فطبعا ناس كلمة القلعة القلعة بقى دي اسمها sitadel كل اللي عليك بقى انك تبقى حافظ الكلمة دي بحرفها فهتكتب هنا كلمة sitadel اللي هي القلعة تاني حاجة بيقول هو نوعات زا sitadel قال له في الاجابة صراح الدين الايوبي عايز منك كلمة بنا من اللي بنا القلعة طيب بنا دي اسمها built اللي هي الماضي من build اخراتي السؤال اللي بعده why did he build it قال له 2 نوعات كيرو بقول له ليه يعني بناها عايز اقول له يحمي لكي يحمي القهرة يحمي دي اسمها protect طيب اللي بعده بيقول هنا can I ask you some question اسألك بعض الاسئلة قال له بالتأكيد بالتأكيد ممكن تقول له sure تقول له yes of course كل ده صح بعد كده is zakarnak temple not from here قال له yes it is عايز كلمة بعيد بعيد دي اسمها far from يبقى انت هتكتب هنا far السؤال اللي بعده بيقول how can I go not قال له buy train عايز يكتب هناك بقى يبقى عايز يقول ازاي تقدر تروح هناك اللي هي zair يبقى ممكن نقول له هنا zair طيب بعد ما خلصنا الجزئية دي نيجي على الجزء المهم جدا واللي بيجي فيه امتحان اخر السنة والجزء الخاص بيه سؤال ادعي لك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل والسطر ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عني بيقول هنا طيب هاني بيقترح اذهب للقلعة خلينا نشوف كده هاني بيكلم عن نادر وبيقول له hi shall we go to the citadel طيب ده اقتراح قلنا قبل كده لما يكون عندك سيغة اقتراح وتوافق عليها وتقول that's a good idea يعني ايه رأيك؟ نروح القلعة فقال له yes that is a good idea that's a good idea يعني يلها من فكرة كيدة هوا موافقوا بقول له دي ايه؟ فكرة كوي سيبقى that's a good idea طيب بعد كده هاني هيبدأ يسأل سؤال عشان اعرف السؤال لازم اقرى الاجابة قال له we can go bypass نقدر نروح بالاوتوبيس طالما وسيلة مواصلات بسأل عن الوسيلة بهاو كيفة؟ ازاي يعني نقدر نروح؟ فيقول له هاو الفاعل المساعدة هو can وبعدين الفاعل اللي هو we او بعدين go ازاي احنا نقدر نروح؟ يبقى how can we go قال له بالاوتوبيس بعد كده قال له great رأى وسأل له سؤال الاجابة صلاح الدين الايوبي build او built it صلاح دي الايوبي بناها يبقى بيسأل مين اللي بنا القلعة طيب من للعاقل اللي هي who وبعدين يقول له طبعا الفاعل في الماضي اللي هو built عشان من بنى يبقى who built القلعة اللي هي the citadel يبقى بكل بساطة بتقول له من بنى القلعة who built the citadel طيب بنجيب السؤال منين من فهمنا للاجابة عشان كده مهم جدا ترى المحادسة كلها قبل ما تحل طيب بعد كده قال له why did he build it طيب ليه هو بناها بقى طيب شوف السبب كده كامل عشان تعرف قال له حاجة قال له to protect kairu بيرد عليه يعني بيقول له لكي يحمل قاهرة يبقى هو قال له نفس الكلم بناها to protect kairu بيقول له يعني لكي يحمي القاهرة طيب هو رد عليه واستغرب وقال له كي يحمي القاهرة وسأله سؤال كمان وقال له is it a historic building هل هي بقى مبنى تاريخي طبعا هيقول له yes وبعدين وحاكس بقى ممكن أقول له it is أو أقول له yes sure يعني أيها هي مبنى تاريخي طيب بعد كده بيكون في عندنا محادسة تانية نبدأ برضو بيقول هنا طيب السائح بيكلم عماد عن معبد الكارنك اللي هو فيه الأخصور السائح هنا بيكلم عماد وبقول له مع زهرة وبيسأله هل أقدر اسألك بعض الأسئلة خلي بالك السؤال ده لما تجي تجاوب عليه بتجاوب ب yes of course أيوة بالطبع أي واحدة من دول صح عايز يقول له ممكن نسألك بعض الأسئلة قال له أيوة بالطبع أو بالتأكيد أول سؤال بقى فين معبد الكارنك طيب إحنا عرفنا من السطر اللي فوق يبقى أنت مهم جدا تقرى السطر اللي فوق يبقى يقول له اللي هو فيه مدينة السائح سأل السؤال الإجابة أيوة ده هو بعيد عن هنا يبقى السؤال كان بهل طالما الإجابة بيس هل موجود عندي اللي هي يبقى يقول له والمتحف هقول مكانه فاعل اللي هو هل هو بعيد يبقى تاني كده السؤال هل المتحف ده أو هل المعبد ده بقى بعيد عن هنا فقال له أيوة هو بعيد السائح سأل السؤال كانت الإجابة يعني هنروح بالقطار وإنا بنسأل عن الوسيلة كيف إزاي نقدر نروح لازم طبعا تعرف الإجابة بيتسئل عليها بأي أدات استفهام لما تلاقي وسيلة مواصلات تسأل بهاو هاو كان اي جو زير إزاي نقدر بنروح هناك في الآخر قال له سانكيو سوماتش بيشكره لما حد يقول لك شكرا ترجل له العفو العفو دي اللي هي يو آر ويلكم هو قال له تروح بالقطر قال له شكرا قال له العفو ليا يو آر ويلكم الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا جزء الأسئلة الصفورة نبدأ مع بعض شرح أسئلة القاعدة السؤال الأول بيقول خلي بيالك بقى ترجم كده انت تاكل أو تشرب في مكتبة المدرسة ينفع؟ لأ طبعا يبقى كان هنا ما ينفعش اللي اسمها تقدر اللي هي معناها يجب ما تنفعش وشد معناها يجب ما تنفعش أنا عايز أمنع لما حب أمنع أقول ما ينفعش أبدا انك تاكل أو تشرب في المكتبة الصفحة اللي بعد كده كده نكمل مع بعض السؤال الأول فيها بيقول هنا طيب ده سؤال سهل جدا خلي بيالك بقى لما تلاقي في الجملة كلمة must أو mustn't افتكر كده الكلمتين دول دايما بيجوا راهم الفعل في المصدر الفعل في المصدر بدون إضافات اللي هو دو فأقوله هنا دو السؤال اللي بعده بيقول هنا الطلاب طبعا يجب أنهما يتبعوا قواعد المدرسة ده الزام في الزام نستخدم كلمة اسمها must يبقى لازم أنهما يتبعوا قواعد المدرسة السؤال اللي بعده بيقول هنا must I go now قاله في الإجابة no you not طيب السؤال بدء بmust يبقى هجاب بmust عندي هنا طبعا لما فيه no يبقى هجابها منفية يبقى no you mustn't يبقى لما يكون فيه no لازم أنفي بقى طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا you not speak so loudly the baby is asleep طيب خلي بقى لك بقى لا يجب ما ينفعش أبدا أنك تتكلم بصوت عالي لأن الطفل نايم طالما نايم يبقى أنا عايز أمنع في المنحة بستخدم mustn't يعني مش لازم تتكلم بصوت عالي فقول mustn't speak البعض eating fast is bad for you بعد كده بيقول you not eat more slowly طيب الأكل بسرعة ده شيء ضرر بالنسبة لك يبقى أنت لازم تأكل بالرح طيب هو بقول لك eat more slowly يبقى يجب اللي هي must فأقول له must eat slowly تأكل ببطئيا you not talk to your classmate during lessons طيب هنا بيقول لك يعني تتكلم مع صديقك في الدرس أثناء الدرس طبعا mustn't يبقى تقول لي you mustn't بعد كده نكمل مع بعض بيكون فيه عندنا سؤال correct طيب نبدأ مع بعضها شباب سؤال correct السؤال الأول بيقول هنا you not touch the status in the museums طيب تلمس التمثيل في المتحف طبعا ما ينفعش يبقى ما ينفعش أقول you must صح بقى أن أنا أنفي فأقول له mustn't يبقى أول واحدة you mustn't touch السؤال اللي بعده بيقول لي هنا نقط I get on a train with a ticket قاله في الإجابة yes you must خلي بالك ده سؤال بهل لما يكون عندك سؤال إجابته yes اللي بجاوب به هو اللي بسأل به الإجابة هنا فيها must يبقى السؤال بيه بمست يعني عايز يقول must I get هل يجب أن أنا أحصل على تذكرة السؤال اللي بعده you mustn't not in a museum طيب سهلة جدا دي احنا قلنا لكلمة mustn't حط عينك عليها وفتكر must و mustn't بيجو رام الفعلة في المصدر بدون إضافات فقط قل لي هنا mustn't run الفعل بدون إضافات واللي بعده students must not at school on time هي هي نفس الجملة خليك فاكر كلمة must بيجو رامها المصدر يعني هتشيل ال S دي وترجع الفعل arrive لأصله بدون إضافات يبقى للطلاب يجب أن هم يصلوا في الوقت المحدد واللي بعده you not park here it's against zalo طيب كلمة against zalo اللي هي معناها ضد القانون طالما حاجة خارجة عن القانون يبقى ده منع المنع يبقى استخدم mustn't يعني لا يجب ان تركن هنا الكلام ده مش قانوني يبقى mustn't اللي بعده بقول لي نوران mustn't not curlessly طيب هنا برضو mustn't ييجب وراها المصدر اللي هو drive السؤال اللي بعده must I come early yes you not mustn't ما ينفعش احنا قلنا yes يبقى إثبات no يبقى نفي هنا yes يبقى له must yes you must اللي بعده بيقول هنا you must not careful when you cross zero سهلة جدا دي قلنا must بيجورها الفعل في المصدر طب المصدر من bin اللي هو be اللي هو الفعل بدون إضافات يبقى must be واللي بعده بيقول هنا I not make noise during the lesson طيب أنا هنا عايز أنفي كلمة must لما بجأن فيها بقولش not must بقول must not بدمجها تبقى mustn't يبقى I mustn't make ما ينفعش انك تعمل دوشة أثناء الحصة اللي بعده we not look after our health طيب تعتني بصحتك يبقى لازم تعتني بصحتك يبقى هنا إثبات تقول we must look after الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا exercise على الدرس الأول والتاني واللي بيبدأ معايا بسؤال lesson سؤال نص الاستماع السؤال ده هو عبارة عن نص صغير بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ تختار الإجابات اللي قدامك دي طيب النص ده بقى بيوجود عندك في آخر الكتاب علشان كده هتلاقيني بيسيب لك السؤال ده وأبدأ بعد كده أشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل وهو سؤال ده لك سؤال المحادسة طبعا أهم حاجة إنك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه بيقول هنا سما بتساعد سائح إنه هو يعني يصل للأهرامات خلينا نشوف السائح بيسألها بيقول لها الاول مع زرا احنا قلنا من شوية إن الصيغة دي كده إجابتها بيقول لها هل أقدر أسألك بعض الأسئلة فبتقول له أيوة طبعا تقدر تسأل يبقى ياس اللي بعده السائح سائل الأول سؤال كانت إجابته الأهرامات دي في الجيزة يبقى بيسأل عن المكان بيسأل عن مكان بيسأل ب أين فهيقول هنا طبعا الأهرامات جمع فهيستخدم فعلا مساعدة اللي هو وبعد هنا أقول له فين الأهرامات يعني يبقى هو بيسألها السؤال الأولاني أين الأهرامات فقالت له في الجيزة بعد كده قال لها أر زي فروم هير أر فيقول لها هل هل يعني الأهرامات دي بعيدة عن هنا ممكن تقول أيوة ممكن تقول لا طيب هنا خلينا نقول مثلا أيوة هي بعيدة عشان بعد كده يروح بالعربية فنقول ياس زي نعكس بقى ونقول وبرضو لو قلت انه هتكون صح بس هيترتب عليها إجابة بعد كده هنا بقى طالما انت قلت انها بعيدة اكتب بقى بالتاكسي بالعربية ازاي اقدر اروح هناك فنقول مسلا طالما هي بعيدة يبقى طيب الساعة في الآخر سأل سؤال جاءت لإجابة بتقول له المصرقه دماء هم اللي بنوا يبقى بيسأل عن العاقل بسأل بهو اللي هو مين يعني اللي بناه فأقول هو واجب الماضي زي ما اتفقنا هو طبعا يعني مين اللي بناه او مين اللي بنى الاهرامات يبقى يعني مين بقى اللي بنى الاهرامات فقالت له المصرين القدماء طيب بعد كده بيكون فيه عندنا سؤال اختياري نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا طيب تتصرف بشكل جيد مع الناس الكبار في السن طبعا فهنا هتقول ده انت لازم تتصرف في شكل كويس اللي بعده خلي بالك انت لازم تاكل طعام صحي طالما قال لك طعام صحي يبقى هنا مصد الزام بقى السؤال اللي بعده بيقول هنا ايمن ايمن مهتم بي عايز يقول سباق الخيل سباق الحصنة السباق ده اسمه يبقى له الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا اي نقاط التاريخ دي اللي هي السؤال اللي بعده الطلاب الجايدين يجب انهم يتبعوا طبعا قواعد المدرسة اللي هي السؤال اللي بعده طيب احنا زرنا ايه بقى فيه معبد الكارنك مبارح طيب خلي بالك هنا المعبد موجود فيه حاجة واحدة بس بل اينا تحت دول اما بقايا اطلال اسرية بقايا الاطلال اللي هي السؤال اللي بعده بيقول لي طيب في المتحف انت طبعا ما ينفعش تلمس الاشياء اللي في المتحف يبقى له السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب هنا بيحب اتفرج على الفيلم ده عايز يقول هنا ان المراجعة والتقييم للفيلم بتقول ان هو ممتعة تقييم ده اسمه او مقال نقدي عن الفيلم يعني اللي بعده طيب الهرم اللي اكبر عايز يقول ان هو يعني اثر تاريخي او اهم اثر تاريخي تاريخي اللي هي يبقى له هنا بعد كده بيكون في عندنا سؤال نكمل مع بعض السؤال السؤال الاول بيقول هنا احنا قلنا من شوية لما تلاقي كلمة مصنت حط عينك عليها وافتكر مصنت ومصت بيجوارها المصدر ايه المصدر بدون اضافات ينشيل اس دي مصنت رن انفعش تجري في المتحف اللي بعده مصت ونقاط طيب برضو هنا مصت في السؤال بيجوارها الفعل في المصدر اللي هو يبقى خلي بالك مصت او مصنت بيجوارها من مصدر اللي بعده تعمل ازعاج اثناء الدرس ماينفعش عايزان في قولنا في النفي بنقول مصت وبعدين نوت بندمجهم تبقى مصنت يبقى I mustn't make noise السؤال اللي بعده خلي بالك بقى مصت بيجوارها المصدر على طول فالصحة نتقول مصت هلب يبقى هنا اقول له هلب يجب اننا نساعد الفقراء طيب بعد كده سؤال الايميل او البراجراف زي ما قلنا السؤال ده مجاب عنه في نهاية الكتاب ولكن ان شاء الله قريب جدا في مذكرة هتنزل على القناة هنا هتكون بصيرة بي دي اف لتاني عددي هكون فيها اهم الموضوعات وازاي انك تقدر تحل السؤال ده بكل سهولة اشتركوا في القناة